بسم الله الأغنية الجميلة والشعار وأهم سلاح كان رفع الجندي المقاتل المصري في حرب أكتوبر وكان واحد من أهم أسباب النصر زي ما قلت لحضراتكم 49 سنة مرت على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وما زالت هذه الملحمة العسكرية العبقرية تفضي بدروس من اكتشفها يوم بعد يوم والملحمة دي زي ما قلت لكم بتدرس في المعاهد العسكرية الدولية لحد النهاردة عن عبقرية المقاتل والتخطيط المصري وأهمية كبيرة قوي ان احنا بنحتفل وبنتكلم ونذكر مش بس عشان نذكر أنفسنا لا عشان أجلنا جديدة كمان تتعلم وتفهم وعند كلمة الفهم أرجوكم أن ترحبوا معي بضيفي العزيز اللي مشرفني ومنورني النهاردة على الهواء مباشرة في ستوديو آخر النهار لواء دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أهلا وسهلا أهلا وسهلا كل السلام حقيقة طيبين وستهد المشاهدين ومصر والدول العربية بخير كل السلام حقيقة طيب وأقدم تحييتنا لك ولكل أفراد المؤسسة العسكرية اللي في نتل هذا اليوم رفعت رأسنا وخليت رأسنا توصل للسحة الحمد لله الحمد لله أهلا وسهلا حالك متفق معايا انه الاجيال الجديدة تستحق ان تفهم ودي نقطة مهمة جدا جدا ان تعرف ماذا حدث والاسباب والكواليس وراء الامور السياسية والعسكرية والقرارات المهمة التي تقذت في هذا التوقيت صحيح يعني تستحق وانا شايف ان انا اضيف كمان لازم لازم ده طوق النجاة لانه هو اي دولة بتتعرض لتهديدات وتحديات على مر الزمن وخاصة الدول اللي في المنطقة العربية وخاصة مصر وحكم الموقع طول عمرنا لو بصيت في تاريخ مصر كده تلاقي كل خمسين مئة سنة في حرب دي تبعت المنطقة وبالتالي لما لقيت تحديات وتهديدات كبيرة وضخمة جدا والعالم كله حتى كفكرة عسكري يقولك مش هداره تعمله حاجة قبل تلاتة وسبعين والموضوع انتهى وخلص تماما وإحنا نعمل تلات اقتحامات رئيسية لتلات خطوط دفاعية قناة السويس والسطر الترابي وخط برليف في ست ساعات بسلح دفاع قديم وبالتالي ده يعني انا حالك قلت نقطة مهمة بتدرس هي فعلا بتدرس في الأكدامة برا اه انا دستاه في أمريكا وانا باخد أركان حرب انها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات حقاكت هدف على القوات مسلحة أعلى بكثير منها في الإمكانيات اللي هي إسرائيل ده بتدرس حتى الآن في هذا بقولك لما تحب تشوف قوات مسلحة لإيه لقوي حقاكت هدف على القوات مسلحة أعلى هنا بكتير جدا هات الحالة المصرية تجهيز ومعدات يعني طبعا اه اعلى في كل حاجة حتى في التحالفات وبالتالي هات الحالة المصرية الإسرائيلية في 73 ده حقيقة هنا يا فندم ودي نقطة مهمة ليه علاقة كمان بالروح اللي موجودة النهاردة عند الشباب الشاب اللي ممكن يبقى في مقتبل عمره وعنده بعض اليأس وبعض التشاؤم ويواجه بعض الصعاب أنا أعتقد أنه ما فيش صعاب وما فيش حالة أصعب من اللي كانت موجودة بعد 67 زي ما حاجت أفضلت حتى بالنسبة ليه أفراد الجيش يعني ناس في الجيش وعارفين أنهم أقل عتادا وأقل تسليحا وأقل جاهزية كل حاجة وأقل وأقل من التحالفات ومع ذلك دخلوا الحرب وعندهم يقين أنهم هينتصروا صحيح نقطة كانت الحرب علم فأنا لو درست بصورة علمية وده كان بقى المنهج العلمي الصحيح الدراسة بصورة علمية والبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل بالغة التعقيد حط تعديد من دول خط البحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل بالغة التعقيد دي عظمة هو فيه ثلاث خطوط دفاعية عليهم ثلاث خطط نيران أصدح عليك زي مثلا الفكرة العبقرية بتاعت الساتر الترابي يعني الساتر الترابي الخبراء في العالم قالوا عايزين كنبلة زرية تكتيكية تعمل لكم فتحات فتحات حوالي 19 فتح 20 فتحة عايز 20 كنبلة لا معاك ولا حد عايدهم لك فهم خلاص انتم الموضوع بالنسبة لكم منتهي لما يحصل فكرة بمدخات مية لها ومصفات خاصة نعمل هذه الفتحات ده حل غير تقليدي صحيح لمشاكل عملياتية بالغة التعقيد صح عندك حق ودي طبيعة المصريين فأنا عشان كده بقول حالتك ايه انا اول درس مستفاد لما تلاقي تحديات ومشاكل قدامك هي مش هتنتهي مبدان خلينا قومنا مش هتنتهي بالنسبة لنصر طبام ضربت الموقع واحنا في قلب القلب من المطالة العربية والمطالة العربية قلب العالم صح العالم كله علينا وعايز كل حاجة من فشعب الوطن ده لازم طول الوقت يبقى واعي بالضبط انا واعي لقيت هديدات صح لما لقيت هديدات ضخمة وكده ارجع للتاريخ وشوف المصريين في 73 ده كانوا بيعدوا القوات المسالحة هما بيحربوا في حرب الاستنزاف يعني دي نقطة مهمة اولا عايز زويلة حركتك عليها والسابق المشاهدين بعد 67 تم اعداد القوات المسالحة للحرب دي كانت بطولة بس هما بيعدوا قوات المسالحة الحرب كانوا بيحربوا حرب الاستنزاف والمدنيين ايضا سقط منهم الشهداء لان كان الشركات المدنية بتبني قواعد السواريخ للدفاع الجوي وبتبني المطارات للقوات الجوية صح فسقت مدنيين في الشركات دي شهداء مع العسكريين معنى كده ان احنا كنا بنحارب حربين بالزبط كده بنستعد للعمور والحرب جوزا ده محدش قال يعني حرب الاستنزاف دي كان حرب فانت بنبني جيشك للعمور والحرب وفي نفس الوقت بتحارب حرب الاستنزاف في ظل الظروف اقتصابية صعبة كان قناة السويس مقفولة ما فيش عملة صعبة العالم كل بينظر لنا نظرة منهزم ومحدش راضي يدينا سلاح ليه قال لك انت انهزمته ببساطة شديدة قديك سلاح تنهزم به تاني فالسلاح سمعته حتى سوء فمش حبيع ده بيزنس واللي بيخلي امريكا تتدخل في الحرب بعد 73 لانه لن يقبل ان ينهزم السلاح الامريكي قال حديث امام سلاح روسي قديم الموضوع بيزنس برضو تمام تمام ولي خليه يدخل ويديهم بنالهم جيش تاني بعد اثناء الحرب صح فطبعا الموضوع خلينا نفهم ما الموضوع فيه صورة الاشمل والاكبر والاكبر بالنسبة لعالم كله فيه توازنات كتير وبالتالي ما بقول برضو ارجع للشباب وده حق الاجيال بقوله ده حق وده الزام علينا انه انت حاك لما اتقاه تحديات وتحديات بص لاجدادك وشوف عمله ايه ودور تاني اتدور على الحلول غير تقليدية والصورة الحقيقة اللي فيها بطولة كبيرة جدا المفرقة اللي حصلت ما بين مثلا وحداك طبعا لوقت طيار ما بين صورة قواتنا الجوية وفي 67 وطياراتنا بتضرب على الارض وما بين 73 وطياراتنا بتعمل ضربة جوية هي اللي ما هدت لكل النجاحات على الفكرة هي نفس الوقت الطيارات يعني الاسرائيل كان عندها طيارات الجيل الثالث اللي هي الفانتوم والسكاهوك طيارات فيها رادار مده بعيد صورك رادارية صورك مدهها ابعد احنا عندناك الطيارات الجيلة الاول والتاني اللي هم الميج 17 والميج 21 مفيش رادار تسليح قليل جدا مده قليل جدا لما تحط الاثنين قصاد بعض مفيش مقاردة ما حطل عامل ايه ده انا هتضرب من البداية لما تحصل معركة المنصورة وترز الميج 21 توقع 17 طرف انتم من الجيل الثالث وتفشل الضربة نقص الامكانيات حافز للإبداع وليس مبرر للفشل دي نقطة مهم دي نقطة نقص الامكانيات حافز للإبداع ده اللي حصل في التاس وسبعيين يعني فانم بقول حرارتك هو على فكرة مسموش عبور العبور ده فوقت السلم اسمه اقتحام يعني بتدرب عليها نار هو مش اقتحام خط برليف دول 3 خطوط دفاعية في نظرية اسمها نظرية الأمن الإسرائيلية بتقول ببساطة شديدة الناس دي بتدرس فبتقولك احنا لنا نتحمل حرب خارج داخل الحدود عمق استراتيجي قليل جدا في الجنوب تحت يوصل 6-7 كيلو فلو حرب داخل الحدود تضيع منهم الدولة داخل الحدود فرقة المدرعة بتفتح تشكيل معركة 20 كيلو في 20 كيلو ولا فرقة المدرعة تقليلت جوه انتهت اسرائيل فقالك نحارب خارج الحدود فنحتل لأرض خارج الحدود ونعمل خطوط دفاعية على خطط نيران خارج الحدود نموت اللي جلنا خارج الحدود تمام ننقل الحرب والمعركة دايما برا والأرض اللي هم عايزين نظرية حدود الأمنة الحدود الأمنة بالمناسبة نظرية الأمن الإسرائيل بتتغير كل شوية لازم نعارفين ايه النظرية دي وماذا بتغيرها كل شوية تمام نظرية صح الخطوط الدفاعية نظرية صح وعلى مر السنين من قبل حرب ايه حعمل خط الدفاع عليه تحصنات وخطة نيران ايه الزكاة ان انا ما حربش في أرضي منطقي منطقي فهم عاملين ثلاث خطوط قناة السويس كمانع ده منع دفاعي عليها آآ مادة اسمها النبل المادة دي بتطلع فوق الشمية بتشتعل فقية وسط على المية على الأرض درجة حارتها بتعدل ألف درجة فاللي هيعدي ده حموت ده حيسيح صح فيه ساتر ترابي جبل ترابي ده غير الغامل في الأرض ده ده كمان ده غير جبل تراب على الضفة الشرقية اللي نحيته ارتفاع عشرين متر زوية ميل خمسة عربين درجة وعليه خط انتران انا قال ليه اماكن للدبات مدفع بتضب بالنار اللي في القناة يعني حموت مرتين ده تاني خط تالت خط اللي هو خط برليف جنرال اسمه برليف قال لك احترام مش كفاية هنعمل خط من النقط الحصينة جدا دوشم عبر عن طبقات دبش وبعد بين قدوان سكة حديد فيها فتحات لكل انواع النيران عدد كبير بامتداد القناة بالكامل ده تالت خط وره فإذا هم هم تلت خطوط دفاعية كل خط عليه خط تاني روم متكاملة وبالتالي كل القراءات العسكرية ساعتها قالت مستحيل تجاوز السواتر دي ده استحالة ده تلت خطوط دفاعية وكل خط عليه خط تاني روم متكاملة والموضوع صح عسكريا سواء شرق أو غرب متفقين عليه دول اقتحموا في ست ساعات من ست ستين بسلاح دفاعي قديم فحنا كسرنا نظرية الامن الاسرائيلية صح النصر كموجود المشكلة الاكبر للعالم كله كسر النظريات العسكرية الصحيحة العالم كل وقف على رجل انتهينا حضارك واخدين بالكم الدكتور رشام بيكلم في ايه بيكلم في انه اه ودي العبقرية اللي تزيدك فخرا في العسكرية المصرية انه الطبيعي ويبقى مرفو عليك ان انت تستغل اخطاء الخصم لكن احنا بنكلم دلوقتي على ان الخصم ما كانش عنده اخطاء بالعكس عامل شغله صح الصح باعتراف كل المؤسسات العسكرية في العالم نسبة التأمين التمية في الماء الدولة العالمة خاطة دفاع بتقول انا مأمانا فمش انت استغلت اخطاء الخصم ده انت يعني الابت الصح غلط عدد النظريات العسكرية التي تم كسرها طول حرب 1993 كتير جدا ودي اهمهم واولهم وحتلاقي ايها ما في خطاب الرئيس السادات اين اين نظرية الامن الاسرائيلية التي تم بنائها سنوات طويلة تمام تحليل مضمون الرئيس السادات وخطاباته في المنتهى الامنية صحيح وبستخدم على فكرة ومصطلحات اسكرية صحيحة 100% يعني الحقيقة يعني عشان بيبدل اللي عايز يستزيد طيب خليني احنا ماشيين وعشان كده يمكن الكلام اللي حالك بتقوله ده خلى الاسرائيليين زي ما شفنا كده في التأرير يوم 29 أكتوبر مش بيصدقين لانه هما مش بس تهزموا او تضربوا هما مصدقوش انه المنظومة المثالية اللي هما عاملينها دي يمكن اتكسرت نظرية الامن هي دي المشكلة في العالم كله عشان كده اول ما الحرب بدأت اتعينت في واشنطن اللجنة اسمها واشنطن سبيشال اكشن جروب هزي اللجنة يرقص الرئيس الامريكي نيكسون ومعه مجلس الامن القوم الامريكي بيدير الحرب من البيت الابيض لصالح اسرائيل ودي وساق امريكية على فكرة وبعدين ابتدوا يمتدهم بجسر استراتيجي بحري وجوي لمدة شهر منهم 13 أكتوبر تمام اكتشفوا ايو صح المعدات كانت نزلة زيلو كيلو دا النقل بتقارات اسرائيلية كمان ودهم 40 تقارة فانتم 30 تقارات يعني هما بنولهم جيش تاني المشكلة الاكبر ان اثناء اللجنة دي وهي في فاشنطن مش عارفين شكل الجبهة ايه والاستطلاح شكله ايه يسألوا اسرائيل منهرين لاول مرة في التاريخ تطلع طيارة استطلاح استراتيجي اللي هي الاسر 71 من امريكا طايرة لغاية سينة ترصد الجبهة وتدي المعلومات دي للبيت الابي وعلى فكرة اما التاريخ دي طلعت هم عايزين التاريخ تنسل تمون في اوروبا ربا رفضت الاثنين طيارين دول بعد ما اتطرت كهنت قلفوا كتاب وجابوا بيه تصديق من المخابرات يكتبوا فيه اهم الطلعات اللي الطيارة دي قامت بها وذكرين طلعت مصر بالتفصيل ان هم موّنوا في الجو خمس مرات جاي من امريكا رايح جاي وقال ان صورت الجابة وقال ان الصور تظهر سوء اوضاع القوات الاسرائيلية اذا هو الا ان امريكا تدخلت دمرة واحد بتخطيط من خلال لجنة واشنطن سبيشل اكشن جروب من خلال دعم عالي جدا لمسرح العمليات بزخائر وسلاح وطائرات وجيش تاني واستطلاع يفوق امكانات المنطقة بالكاملة فيها اسرائيل وده اللي خلى الرئيس السادات قبل وقف اطلاق النار بعد خمس مرات هو ده بقى السؤال لانه في كتير من الناس بيقولك طالما انت منتصر ومتقدم ومتحقق نجاحات على الارض ايه اللي خليك تتوقف الرئيس السادات لا امريكا بتحربه لمدة عشر تيام واكتر فأيقن الخطة الامريكية تدمير معدات القوات المسلحة على الارض اللي في الشرق وكده كده انت حتيجي بقوات مسلحة مدمرة فالسادات وقف الرئيس السادات رحمة طالع عليه قبل وقف اطلاق النار وهو منتصر عشان يقعد على قوات مسلحة قادرة على القيام بعمل عسكري اخر وده ورق دقتل في ايده هتمضي ولا هكمل هنا الفرق اننا نعود على ترى مصر المفاوضات وانا في ايدي اوراق ضغط او اننا نعود بصة فانا في اربع اسئلة لازم يتجاوب قبل ما حارب متى ستحارب كيف ستحارب السؤالين للتانين دول اهم متى وكيف ستتوقف عن الحرب مفيش حرب تدوم للابد هتقف الحرب امتى وازاي ما ينفعش ابدأ حرب وانا مش عارف هنهيها ازاي بالضبط انهيها امتى وازاي لان كل ما الحرب هتطول الاتنين خسرانين مفهوم مفهوم حتى لو طرف بيحقق نجحات حتحقق نجحات وتدفع تكلفها جبارة رهيبة لا توازي النص اللي انت حققته مفهوم الاربع اسئلة دول والرئيس السادات وقف قبل وقف والسادات طريبا فالشعب قالها قالها جماعنا بحارب امريكا ما بحاربش اسرائيل قالها صراحة الحقيقة هو سبلنا اعتقد كان يوم 14 اكتوبر سبلنا تراث من الخطب والمداخلات اي ان كان مسمها فعلا يرصد لنا ما حدث بصورة علمية دقيقة جدا هو كان قائد لقوات مسلحة وبالتالي قعد ارتفع الانفادات وهو مع قوات مسلحة عشان كده مضوا يعني هو لما قال أنا هعمل سلام وراح اسرائيل جم قعد في كامبي ديفيد امضي امضي ارجع امضي على اتفاقية السلام معاد سلام امضي بعد كده بعد كده وإحنا فيه ناس بتقولك انتو اتفاقية السلام معاد سلام انتو سنة منقصت السيادة طب ما انا في مكافحة الارهاب انا امدخل جيش لغاية الحدود صح ده انا بعد مكافحة الارهاب عدلنا الاتفاقية الامنية اللي بيننا بين اسرائيل ومضى عليها الناس دي عمرها ما كانت بتمدي كده هاتلي دولة فن من اسرائيل يعني بتمدي وترجع وهكذا هاتلي يعني هما مش كده مع المنطقة ولا مع العالم كل ولا مع العالم كل يعني تماما انني كسرت نقط حجر الزاوية كسرت نظريات عسكرية صحيحة صحيحة اثناء حرب 93 بالكامل وهذا في العلم العسكري مصيبة لأي قوات عمل خطط على النظريات دي مصيبة لأي قوات في قوات في العالم عمل خطوط دفاعية وعمل نظريات ومتطمن عليها فجأة في ست ساعات تقيت الكلام ده ما ينفعش شوف لك حلول تانية للعالم كله شرق وغرب والضربت بقدرات تسليحية اقل اقل عشان كده ما تلاقي في امريكا تلاقي الناس مثلا بتكلم سلب علي مصر ساعات اه كونجرس مش عارف ايه معادة القوات المسلحة الامريكية والبنتجون هات ليه تصريح واحد في حاجة سلبية عن مصر او جيش المصري ليه القوات المسلحة الامريكية او البنتجون البنتجون��가 وزارة الدفاع ليه وزارة الدفاع هو عارف انا مين فهلا ودخل معنا افتادبات مشتركة في النجم الساطع وعارف احنا مين عارف قدراتنا وعارف قدراتنا وان انا بسلح دفاعي قديم وفي مواقف عمليتيها صعبة بقدر اشوف حلول غير تقليدية تحل مشاكل عملياتية بالغة التعقيد ومنتصر ودخلين معاهم في النجم الساطع بطيرات اقل من اللي عندهم وعارف بتعمل في ايه فكل واحد عارف نفسه فهو عارف قدرنا كويس فهو عارف قدرنا فعشان كده بقول الناس ما تقلقش ما تلاقي تهديد او تحدي في اليومين دول ما تقلقش دور على الحلول التقليدية الناصر جاي بس ممكن ننتصر وحنا على اي حاجة السؤال بقى المهم كمان وحنا الحقيقة انا سعيد بشافية حضرتك في طرح كل امور عشان الاجئة الجديدة تعي وتفهم ما بين كل الوقائع اللي العالم كله اعترف بيها تجد والحياة مش ولدت النهاردة منذ سنوات الطرف الاسرائيلي بيوتنطن بين الحين والاخر انه صاحب الناصر في اكتوبر اولا ده امر متوقع متوقع ليه بقى هل انا متخيل ان اسرائيل تذكر الكلام ده صراحة في كتبها وتكسر اجيال موجودة عندها ما حط نفسك مكان العدو انا هقول له والله المصريين عملوا ثلاثة عامات رئيسية في ست ساعات ودي كتنظرية خدود دفاعية واحنا كنا معتنقينها واتكسرت ودخلونا وجامونا على تربية سفوضات تعالى تعالى اقعد اقعد امدي امدي ارجع ارجع ده دي الحقيقة حقول الحقيقة اكسر اجيال عندي فالطبيعي والمتوقع ان انا اعمل مغالطات كثيرة بواسطتي او بواسطة غيري مش لازم كحكومة يعني هدخل ناس اعلميين ابحاث كلامين ده بتاع يعني اقول غير الحقيقة يعني هو يقول اللي يقوله ده انا شاف انه خلينا نفكر بفكر العدو ما انا دايما يعني حتى في مصطلح كده حتى في الغرب يقولك يعني ما تقودش تفكر دايما باسلوبك باستمرار حط تلف سوف العدو هيعمل ايه هيعمل كده انا املك الحقيقة اطلع الحقيقة باستمرار وبصورة محترفة وبسيطة ومستمرة للاجيال اللي موجودة واللي جاية لان ده طوق نجاة مستقافة طوق نجاة طوق نجاة من المغالطات اللي بتتقال لان المغالطات دي لو استمرت يوم ورا يوم وسنة ورا سنة ما يكرر يستقر في الزهن وحقا اعلام يعرف صحيح طيب انا هنروح لفاصل قبل الفاصل عايز اقفل الكلام المهم اللي قاله اللي هو دكتور هشام فيما تعلق بالدروس وعظات اكتوبر اهمها انه على الاجيال الجديدة قل لا تقلق لانه النصر قادم قادم ان شاء الله اذا ما تسلحت بنفس الاسلحة لتسلح بيها ابطالنا وقادتنا في اكتوبر سلاح الايمان والثقة بالله رقم اتنين اختراع وابداع الحلول غير التقليدية ايوه لحل المشاكل بالغة التعقل صحيح لا انا بشكل ساتك لا عفو بعد الفاصل هنرجع نكمل وحناخذ حضراتكم في رحلة بقى خمسين سنة لقدام عشان مهم او نعرف كمان ماذا يحدث الان لانه الان نحن في خضم ازمة عالمية كبيرة وهناك حرب عسكرية تدور ما بين روسيا واوكرانيا ظاهريا لكن قوة عالمية كبيرة مستترة في هذه الحرب اللواء دكتور يشام حيفهمنا ماذا يحدث وماذا يريد اطراف الحرب اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الحرب الروسية الاوكرانية الحقيقة محدش يقول احنا مناش دعوة دي بتحدث في طرف اخر من العالم لانه هذه الحرب بتؤثر على العالم كله تأثير ان لم يكن عسكري فسياسي واقتصادي ولها دخل جبير في اعادة توازنات قوى العالم في عقاب هذه الحرب وطبعا ما ينفعش بمعانا خبرة عسكرية كبيرة زي اللواء دكتور هشام الحلبي وما نسألوش عن رؤيته لهذه الحرب وعايز ابدأ بالكلام في رأيك لماذا دخلت روسيا الحرب او قرر بوتين اشعاد الحرب اولا اه في نقطة مهمة جدا قبل الحرب انه فيه تعاون اه روسي اوروبي في مجال الغاز صح اه تلات خطوط انابيب غاز اه متكلف عالي جدا في حدود الخط الواحد 11 مليار يورو وهم عايزين الغاز الغاز سلعة استراتيجية في المقام الاول صحيح فدايما التعاون الاقتصادي في المجال اه طاقة استراتيجي بالمنظر ده بيجيب تعاون اقتصادي اكبر من كده على مدى السنين القادمة مفهوم والتعاون الاقتصادي الممتد لانه حمتد سنين بالخمسين والمئة سنة بيولد بيئة امنية متوافقة صح حنتوافق امنيا بشكل لان احنا ربما عندنا مصلحتنا تقتضي كده التوافق انا بوص بقى بعد 20 سنة هتلاقي فيه توافق عالي جدا ما بين روسيا اوروبا اللي الامر يمكن تلاقي روسيا دي جزء المتحاد اوروبي مش هزي عضو يعني او فيه تعاون امني تمام يبقى دي النقطة مش مزبوطة خالص بالنسبة لامريكا النقطة التانية انه توجد شراكة استراتيجية ما بين روسيا والصين هذه الشراكة فيه مجالات متعددة وبتتنوى باستمرار فهنقول بعد 20 سنة هيبقى روسيا ليها جناحين قويين بالزبط كده صح وده حيكون على حساب الولايات متحدة امريكية يبقى لازم المخطط اننا اجر الروسيا من اتجاه الشر الى اتجاه الغرب بلاش الصين وورطها في حرب هذه الحرب مصرح العمليات اوكرانيا لكن هذه الحرب بتضرب العلاقة بينها وبين اوروبا كويس وبالتالي انا كده حققت كامريكا هدفين صح جر الروسيا وسحبها من ناحية الشرق خلاص ودلوقتي كانت كلها في اتجاه الغرب وايضا ضرب العلاقة اللي بينهم اللي هي الحقيقة كانت مبنية على طاقة ومصلحة الاتنين صح خط نوردين بتاع الغاز واحد نوردستريم بالزبط نوردستريم التاني مع المانيا صح دي مش قضية كمان ضرب العلاقة الاتصادية العلاقة السياسية في اسوأ حالتها صح النقطة المهمة ان هذه الحرب ستدرع المصرح الاوكراني بس بفلوس اوروبية في المقام الاول وبالتالي انا كامريكا هدفع اقل القليل صح يبقى انا اقل تكلفة هدفعها كلام فاضي طائرات بين طيار ومشات مدافع ومالفعل حد دلوقتي امريكا هي اقل الخسرين وفي مكسب عالي جدا لان اوروبا هتشتري منه سلاح من امريكا سلاح بصورة عالية جدا وفي دول زي السويد وفنلندا هيخشوا الحلف الاطلنطي فعايزين سلاح غارب عشان يتسلحوا هياخدوا من امريكا فاذا اي خسار حتى في الاقتصاد الامريكي هيعوضها بالسلاح وهو لما تجمع الخسار المكاسب هو الكسبان تمام تم تطخيم الخطر ان اوكرانيا هتخش حلف شمال اطلنطي وهذا الخطر يزداد بالسمرار الامر الذي ادى الى روسيا انها تقتحم اوكرانيا تمام عشان ما تخش تحت حلف شمال اطلنطي صح ونفزت الامريكان عايزين في فبراير في فبراير مزبوط تمام في خطأ استراتيجي انه لما دقل اوكرانيا دقل على 4 جبهاتكو بغر اه لو جبنا الخريطة يوم 16 مارس ايه في خريطة هنا يوم 16 مارس هتلاقي الخريطة الخريطة فيه الاحمر ده ده القوات الروسية في اوكرانيا الاحمر اللي فوق في الشمال ده جبها جبهة كيف مزبوط جبهة كيف جبها كبيرة جدا ومسافتها من الحدود الروسية 600 كيلو يعني بيعمل امداد من 600 كيلو وجبها طبعا جبها واسعة او يعني لا والمسافة كبيرة ايه طبعا 600 كيلو دعم لوجيستي ولا دعم جوي وجبها كبيرة الجبهة التانية اللي هي جبهة خاركيف اللي هي في الشمال الشرقي من اوكرانيا ايه فدي تاني جبهة بالزب اللي هي في ركن الخريطة اليمين فوق اه الجبهة التالتة اللي هي اقليم دنباس اللي فيه جمهوريتين الكنيزين فصل مزبوط تمام الجبهة الرابعة اللي هي شمال القرم اللي هي خرسون يبقى انا داخل حرب على 4 جبهات كبار الجبهة الوحدة في حدود 200-250 كيلو جا عايزة دولة تمام عايزة جاء يعني نقسم قوات المسالحة على 4 منهم جابهتين يعني في منطقة الصعوبة اللي هما جابت كيف وجابت خاركيف وهذا خطأ استراتيجي اذا اردت ان تكون قويا في كل مكان ستكون ضعيفا في كل الاماكن اذا اردت ان تكون قويا في كل مكان هتكون ضعيف في كل الاماكن هتكون ضعيف في كل الاماكن النقطة التانية هل حضرتك كروسيا حسبت السيناريوهات المستقبلية قبل ما تحارب ان انت مش هتحارب اوكرانيا انت هتحارب تحالف فيه 30 دولة بكهاتة امريكا لا بس اعتقد هو اكيد كان عارف الحكاية لو كان عارف ما كانتش يدخل على 4 جابهات فعلا انا انا بعرف عارف هلا لا ازاي ان هو بعد كده انسحب من على جابهتي اه هل عارف ان اه طب مش يمكن انا هنا طبعا بسأل اه لا تفضل اسئلة كلها مشروع اه مش يمكن حقق اهداف التكتيكية خلاص وبقاء القوات اه لو جبنا الخريطة التانية او حطين الخريطة تانية او اليج歡迎 لديك الاجابة علي السؤال هذه الخريطت ديmam من 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 يومين من يومين اه 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 هل يعقل ان انا خريطة الاعليمين العليمين دي 16 مارس يعني بعد ثلاث نسائم من الحرب ياه يعني من سبعة شهر بالظبط كده يعني بعد ثلاث نسائم من الحرب هو شغال على الاربع قيب ها الدول حاليا من يومين بص بقى الجبهة الجبهتين اللي فوق دول انسحب منهم هل يعقل كقوات مسلحة ان انا روح افتح على جبهتين واخسر بكل موضوع من دول خسائر على فكرة خسائر المهاجم اكتر من المدافع عشان كده نسبة المهاجم الى مدافع في القوات لازم تكون تلاتة الى واحدة على الاقل لانه بتحرك في قش الارض فحيحصل فيه خسائر كبيرة فانا اتحرك بقوات ويحصل فيه هذه الخسائر دون تحقيق اهدف انا اقبل ان انا يحصل خسائر في سبيل اهداف طبعا هو بعض الخبراء قالوا انه حقق بعض الاهداف في الشهور الاولى عن طريق انه اجهز على كل القوات الاوكرانية وقوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والرب مش عارف ايه وكل قدرتهم حتى علشان اي هجمات من سلاح الاوكراني رقم اتنين انه عمل نوع من انواع التركيع للنظام الاوكراني يعني اللي هي فكرة وضعه في اضعف نمسك 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 نقل المطلوب في هذه الحرب اننا اننا اضرب القوات الاوكرانية ولا اسيطر على ارض ما هو الهدف النهائي الهدف ايه حضرتك اسيطر على الارض اسيطر على الارض على الارض وعايز ياخد جزء من اوكرانيا وقالك دي كانت تابعة روسيا ده طبعا سيناريو وطرح وهي فكرة انه بعض الخبراء العسكريين قالك ليس في التفكير الروسي الان احتلال الاوكرانيا مش هو ده الهدف يمكن لاحقا لكن مش ده الهدف دلوقتي هو الهدف دلوقتي منع اوكرانيا من ان تكون قاعدة عسكرية او باكيارد يعني حديقة خلفية لامريكا او للناتو يبقى على حدود بسيطر على جزء من الارض موكافية يتم هزا على المصالة العسكري سيطر على جزء من الارض الاوكرانية سيطر على مش هو سيطر على القرار لا لا مش هيقدر يسيطر على القرار الا اذا سيطر على الارض وبالتالي انا ليس ابدا في العالم العسكري انه اخد قوات وروح عشان اخسر هزي الخسائر وانسحب المعركة اربع اربع اوجه هجوم دفاع معركة الصدمية اللي هو اتنين مهاجمين بيهاجموا معك وانسحب لما نجيب القوات ونحطها على الارض والتمركزات على الخرائط اللي حصل ده انسحب لماذا تنسحب القوات عندما عندما يحدث فيها خسائر كبيرة جدا اوه هيحدث مستقبل الخسائر مش هقدر يتحملها مش هادر يحق الهدف فانا لو هادر يحق الهدف والخسائر هتكبر ما انسحب طيب العنصر المهم اللي حضرتك ذكرته في البداية وعنصر الغاز اللي هو بيسموها ورقة القوى اللي في ايد روسيا والابتالة اوروبا دلوقتي يعني تصرخ منه صحيح ده في موازين القوى العسكرية اهميته ايه طبعا ما نقدرش نعرف المواقف ده غير لما نفهم الاقتصاد والعسكرية ماشين جمع الى جمع تمام الغاز الغاز والعقوبات اه ده 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 يمتلك ورقة ضغط روسيا الغاز وهم يمتلكوا العقوبات فالاثنين كل واحد بيمتلك اوراقه في النقطة دي وده ما صار متوازي مع العقل العسكرية احنا شايفين دلوقتي حكومات في اوروبا بتالت تعمل اجراءات تقشفية شديدة جدا عشان توفير الطاقة صحية وربنا اعلم بيهم في فصل الشتاء ويهموا ان هذا الشتاء يكون شتاء قاسي جدا على اوروبا وانتفض المواطن الاوروبي في واجه حكوماته ويقولك احنا ملنا مال الحرب دي صح وبالتالي هو هل ده يعتبر انتصار لبوتين لو حصل لو حصل هذا الموضوع وانتفض المواطن الاوروبي في دولتين ثلاثة من الدول ذات السقة للسياسة يعني فكرة بعد المدارات تخرج في بعض المدارات هل حيحتوها السيناريو ده السيناريو التوقع فيه غامض صح هل حيحتوها هل حيقدروا يجدوا بداء الغاز بسرعة هل حيقدر يلاقي محطات نووية ويشغل زكاة وقفة بداء للفحم يتحرك في العالم النقطة دي هم نفسهم مش قادرين يحكموها لغاية دلوقتي بظبوط فالشتاء ده شتاء حاسم في الحرب الروسية الاوكرانية في بعد الاقتصادي وما قدرش فهم الحرب دي جلما ما فهم الاتنين مع بعض المصار الاقتصادي مع المصار العسكري عشان كده هتلاقي المصار العسكري دلوقتي فيه هدوء فيه هدوء صح هو ابتدى ياخد يعمل تصويت وياخد الاربع مناطق دول ويجيب باحتياطي تلتمائة الف يسيطر على المناطق دي بصورة قوية تمهيدا لي ينتظر ماذا سيحدث اثناء هذا الشتاء في المجتمع الاوروبي والمطن الاوروبي لكن انا قلت نقطة مهمة انه اي دراسة لحرب فيها اربع اسئلة ازاي وامتة حبدأ ايوة وازاي وامتة هتوقف هتوقف هو هالا استقال ده عارفه ما اعتقدش انه وعد السبب ينفع جيش مخضرم كبير لقوة عظمى زي روسيا ما يبقاش عارف البديهيات الحاجة تقولها اه ممكن انا عايز اقول الحاجة في التحليل الاستراتيجي امسح واهمل اسماء الدول اه ليه احيانا بيتولد انطباع مبدئي ان دي قوة عظمى فانا بيحصل خطأ في التحليل الاستراتيجي ان انا دايما بقول مش هيغلطه بهول من قدرتهم اه او اقول دي قوة صغيرة مش هتقدر تعمل حاجة وده دايما فيه فرق بين الانطباع والرأي صح الرأي الرأي مبني على بيانات تم اخضاعها لكذا فلتر عشان تأكد ميات صحيحة وبعدين استخدم ادوات تحليل صحيحة وبعدين اصل لرأي ده الرأي وعادة بيكون صحيح او رأي ورأي اخر صح الانطباع التلات حاجات دول مش موجودين انا بشوف دي قوة عظمى مش ممتن اوكرانيا لا ده صغيرة لا هتتقد في اسبوع فاللي بي في التحليل الاستراتيجي انا بشتغلش على انطباعات ولا على اسماء حلو خالص انا بشتغل على خرايط واضع قوات على الارض زي ما احنا عملنا كده احسنت احسنت تمام ودائما بقول حك المصاري هنا المصاري احنا في حرب عالمية في عوضها الاقتصادي لعم ازبوط وحالك قلت الاقتصاد والعسكرية الى جمع مش العالم كله متأسر اقتصاديا فاحنا في حرب عالمية اقتصادية وعسكرية على المصرح الاوروبي صحيح لان هما كلهم بيدعون بسلاح وزخيرة طيب بعيدا عن ما في رأس بوتين والله اعلم به سيادتك في رأيك متى يمكن ان تنتهي هذه الحرب تنتهي هذه الحرب عندما تنهك جميع الاطراف تنهك جميع الاطراف الاطراف اللي هما مين اللي هما اولا هما مهوش اوكرانيا خالص وده يعني اكتر ناس خاسرة اوكرانيا طبعا لما تنهك روسيا وتنهك اوروبا وتصرخ لامريكا كفاية انا دلوقتي طلعت سلاح وزخيرة بفيك كفاية من عندي ما دي فلوس المواطن اللي بيصرخ من الاقتصاد والغاز العقوبات دي جزء منها بيرد في وش تاني صح فده انهك عالي جدا وروسيا تنهك لان هي فعلا الحرب دي زي فرن انا برمي فيه دولارات كل يوم بالضبط والمواطن الروسي حيبتدي يشعر بالعقوبات المتعددة قدام صح والسلاح والزخيرة دول حيجيب منين تاني ما هو ده حياخد من ومع كل العجب تقوله حياخد من بوق المواطن تظل اقل الخاسرين امريكا ده ان لم تكن كسبانا لان انا ما حسبش الخسارة اقتصاد وتدخم عنده لا احسب برضو السلاح اللي حيبيعه وانا ببص الخسار ببصش اللي هو بحيبيع السلاح ومش بس رعلا يبيعه وتحقيق اهداف استراتيجية بالضبط كده تسوى ايه بالنسباله كفلوس ان هو يورط روسيا هذه الورطة صحيح تسوى ايه ان هو يبعدها عن عن الصين ديوقتي عالحيات حتى في التصويت بتقولك انا ممتنع عن التصويت في مجلس الامر فتسوى ايه تسوى كتير يسوى ان ان روسيا تنخفض بهذا المنظر وتتكسر هيبت القوات المصالحة الروسية مفهوم انا مبتشغلش على التصرحات الاعلامية دايما التصرحات الاعلامية في الحرب زي ما احنا كنا بيقول اسرائيل بتقول ايه حرب نفسية ما احنا بتقول احنا انتصرنا بس انا بقول له تنتصر احنا نجيب القوات ونحطها على خرايط ونشوف مين اللي انتصر زي ما احنا عملنا كده هو ده كرام مين للانتصر جيش المصر بالزبط كده شرفتني ونورتني وانا ساعدت جدا جدا مع سيادتك وان شاء الله يبالينا لقاءات قادمة قريبة شكرا جزيلا بس انا انتو طيب شرفتني ونورتني شكرا لحضراتكم اليهر ده كانت ليلة اكتوبرية بامتياز عشان نحتفل باجواء اكتوبر انتصار مصر العظيم افتكروا دايما ان احنا انتصرنا وان احنا قادرين دايما عن الانتصار وازرعوا هذه الروح في اولادكم واحفادكم عشان الاجالة المصرية تطلع تبقى دايما محتفية بهذا النصر تصبح على خير